تعريف كلمة فونديشنز فكلمة فونديشن او الاساس يعني ايه? بنقول انه هو عبارة عن ستركشور ميمبر يعني ستركشور ميمبر يعني هو عضو انشائي عضو ايه? انشائي طبعا احنا عندنا الاعضاء الانشائية في الجزء بتاع الهندسة بيبتدي بيه الاسلاب او البلاطة اللي بتدي احملها معروف ليه الكاميرات اللي هي البيمز وبعدين البيمز بتدي الاحمال بتاعتها المين? للقلم او الاعمدة طبعا الاعمدة ديت زي ما احنا قلنا قبل كده دي مش بوساط سحري لازم تدي احمالها الحاجة فبتديها المين ليه الاساس بتاعنا طب والاساس بتاعنا ايه وظيفته? هو هياخد الاحمال من القلم ديت ويبتدي اديها ليه او تربة التأسيس اللي تحته. فتعريف ببساطة خالص هو عضو انشائي. هو مسئول عن ايه? مسئول عن نقل نقل الاحمال الانشائية من المبنى او من بأمان لازم طبعا انت بتصمم اساس يعني لازم بقى في الاخر في عندي. بيوديها المين? او 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 تربة التأسيس. طيب. لو بصت ببساطة كده للرسمة اللي قدامك ديت. ده عندنا اللي فوق ده بيسموه اللي هو اما لو عندي مسلا لو في عندي او عندي جراج تحت المبنى بيسموه في الاخر بيدي الاحمال اللي مين بقى? بتاعتنا. ودي هم عبارة عن الاجزاء المختلفة للمبنى بتاعنا. عندنا وعندنا 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 يعني ببساطة خالص الاساس هو المسؤول عن نقل الاحمال اللي موجودة من في الاخر لمين? للسويل اه بتاعتنا. ايه ببساطة خالص برضك لو هتشوف الرسمة البسيطة ديت. ادي المبنى بتاعي. لما نتكلم من ده الارض ده بتاعنا. طيب. الاساس بتاعي هو الاساس اه هو. ياخد ايه? ياخد الاحمال من السوبر ويوديها للفاونديشنز اه سويل. طيب تخلي بالك بقى من الدزاين الفوتينج اهم حاجة لازم ايه? بيدينا معامل امان ان يحصل ايه? انهيار لمين? للتربة. الفاونديشن سويل دي. يعني الفاونديشن مش تصميم حاجة وخلاص انت بتحطها بتنقل الاحمال. لازم تنقل الاحمال بامان لمين? لتربة التأسيز. تربة تأسيز ديت ممكن يحصل لها حاكتين. ممكن يحصل لها شير فيلير. وممكن يحصل لها هبوط. لا انا بقى بصمم الاساس دوت بحيس ما يبقى في عندي معامل امان ضد ان يحصل انهيار بالشير او هبوط للسويل. شكرا. موسيقى